بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هذا هو الرد العاشر على الملحدين يدعون أن نظرية التطور أصبحت حقيقة علمية دعوني أتأمل معكم كبير الفلاسفة أنتوني فلو وهو ملحد من بريطانيا بعد رحلة طويلة مع الإلحاد اعترف أخيرا بوجود خالق للكون مع العالم أنه لم يسلم وقال لا استطيع أن أهرب من حقيقة وجود خالق للكون ويقول أيضا إن داروين نفسه تراجع عن نظريته قبل أن يموت وآمن بوجود خالق للكون سبحان الله دققوا أيها الأحبة داروين يقول في مذكراته من المستحيل والصعب جدا أن نتصور هذا الكون العظيم بما فيه من بشر وإبداع قد نشأ بالمصادفة وعندما أبحث حولي أجدني مجبرا والكلام لداروين ولكن للأسف لا أحد من الملحدين يقول هذا الكلام داروين يقول أجدني مجبرا على الاعتراف بوجود مصمم عليم حكيم لذلك أنا أؤمن بوجود إله هذا الكلام في مذكرات داروين 1958 هذا الأمر دعا أحد أكبر الملحدين المعاصرين وهو البروفيسور ريتشارد داوكنز في محاضرة له عام 2006 أن يدعي بأن داروين لم يتراجع عن نظرية التطور وأن نظرية التصميم الذكي والتي تقول أن كل شيء في الكون جاء بطريقة إبداعية ومبرمجة وهناك منظم ومصمم عليم حكيم يقول عنها ريتشارد داوكنز أن هذه النظرية سخيفة ويقول أن الكون نشأ بالمصادفة الحياة نشأت بالمصادفة المخلوقات نشأت بالمصادفة كل هذا النظام نشأ بالمصادفة كل ما تراه من حولك من فن وإبداع وتصميم رائع كله نشأ بالمصادفة لا وجود لخالق لا وجود لمبدع لا وجود لأي أسباب وأن الفيلسوف أنتوني فلو الذي اعترف بوجود الله أن هذا الرجل يكذب وأن داروين هذا هو كلام الملحدين أيها الأحبة ينكرون كل شيء لذلك تجد الملحد متناقض مع نفسه جامعة بريتش كولومبيا قامت بدراسة علمية تؤكد أن الملحد أثناء التفكير بالموت يميل إلى الاعتقاد بوجود خالقاً للكون دراسة علمية تقول هذه الجامعة في دراستها إن الإنسان يكون في أعلى درجات الصدق مع نفسه لحظة الموت ولذلك يحاول العلماء اليوم القيام بتجارب الاقتراب من الموت والتي تجعل الإنسان يعيش في جو من الموت ويفكر بأنه على وشك الموت ونزول القبر وأنه سيغادر هذه الدنيا من دون عودة هذه الدراسة نشرت في المجلة الشهيرة بلاس ون عام 2011 تؤكد أن عملية التفكير بالموت تعزز لدى الإنسان الإيمان بوجود مصمم وخالق لهذا الكون وهذا يؤيد أن داروين نفسه وهو على فراش الموت قد تراجع عن نظريته التي بنيت أساسا على إنكار وجود خالقا للكون لقد أثبت العالم أيها الأحبة بما لا يقبل الشك أن الإنسان في لحظات الموت يعيش بفطرته ليؤمن بخالق عظيم ومن المحتمل كما تقول الدراسة أن هذا ما حدث بالضبط مع داروين وهو على فراش الموت أي أن داروين أنكر نظريته قبل أن يموت الدراسة التي قامت بها جامعة بريتش كولومبيا أنهم أحضروا مجموعة من الملحدين وجعلوهم يتخيلوا أنفسهم يموتون ويكتبون وصايا قبل الموت وقاموا بسؤالهم هل تعتقد بنظرية التطور وأن الكون لا يوجد له خالق؟ المفاجأة أن الجميع أجابوا لا بل نؤمن بوجود خالقا للكون فخرجوا بنتيجة يعني تقول بالحرف الواحد مجرد مجرد التفكير بالموت يجعل الإنسان يرفض التطور ويؤمن بالتصميم الذكي أي يؤمن بوجود مصمم ذكي هو الخالق سبحانه وتعالى وبالتالي يرجح بعض العلماء أن داروين قبيل موته قد تراجع عن نظريته وأخيرا أيها الأحبة نحن الآن أمام دليل مادي وعلمي ودراسة علمية ملموسة تؤكد بوجود خالقا لهذا الكون وأن نظرية التطور هي مجرد نظرية لم ترقى لمستوى الحقائق العلمية وبالتالي لا يمكن أن نبني عليها أي شيء تبقى نظرية يدرسها العلماء لا مشكلة ولكن بالنتيجة معظم العلماء يعترفون بوجود خالقا للكون قال تبارك وتعالى قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار والحمد لله رب العالمين